افتتح رئيس الجهاز المركزي للتعمير محمود نصار ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة محاول تنظيم الجهد الكهربائي بقرية الرملة التابعة لمدينة أبو زنيمة ويضم المشروع تدعيم وتوصيل الطيار الكهربائي لخمس تجمعات بقرية الرملة بتكلفة إجمالية تبلغ 32 مليون جنيه بهذا في استكمال توصيل الطيار الكهربائي لتجمعات بقرية الرملة ليصل إجمالية عدد التجمعات القديمة والجديدة إلى 25 تجمعا بدويا في الحقيقة دي المرحلة التانية اللي احنا بنيجي هنا فيها مع جهاز التعمير ومن المعروف أن جهاز التعمير هو أحد الأجهزة التي تكون بخدمات جليلة لحفظ الجنوب سيناء وعلى رأسها اللوى محمود النصار في الحقيقة ده المرحلة التانية يعني جينا أطلقنا الطيار قبل كده النهاردة بنطلق بقية الكرة حوالي عشرة قرية تانية يعني وداعا للضلمة وداعا للمؤلدات وداعا للديزل وداعا للتلوث البيئة قدمات اللي بنقدمها سواء بقى في الطرق وفي الكهرباء في بعض المزارع اللي بنقوم بتنفيذها داخل التجمعات البدوية عشان نقدر نوفر الغذاء لأهلي نفسينا ويكون طازة وبيحسن من مستوى الدخل والمعيشة لنا بنوفر فرص عملي